مشيدة بدور سمو الشيخ حمدان براشد المكتوم ناب حاكم دبي وزير المالية لتطوير مكتبة الكلية وتحويلها الى رقمية دشنت جامعة القاهرة مكتبة المكتوم بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية وتتخصص المكتبة التي يطلق على قاعاتها قاعة المكتوم في الدراسات العلية والأبحاث العلمية لخدمة عضاء التدريس وطلاب الدراسات العلية وقد مثل الوفد الاماراتي هيئة المكتوم الخيرية الذي استمع الى شرح من اعضاء الجامعة عن المكتبة التي تعتبر الاولى على مستوى الجامعات المصرية المخصصة لعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة مدير مكتب سمو الشيخ حمدان براشد المكتوم سعادة ميرزا صايغ اعلن عن تبرع سمو الشيخ حمدان براشد بمبلغ اضافي بقيمة 50 الف دولار لتزويد المكتبة بما تحتاجه من اجهزة كمبيوتر ومعدات علاقات متميزة وجامعة القاهرة هي بالفعل ام الجامعات وهذه اضافة الى اثراء العملية التدريسية في جامعة القاهرة ولتكن هذه بداية لعمل اخر في توان كان في القاهرة والجامعات الاخرى نوع من رد الجميل لان ثلاثة ارباع خرجينهم من جامعة القاهرة المكتبة هنا مكتبتنا مكتبة شاملة الكتب رسائل جامعية دوريات وصائد فنية وكمان بنوفر اجهزة كمبيوتر للبحث في سواء النت او الخط الخاص بالمجلس الاعلى للجامعات اللي بيبس الدوريات احدث الدوريات اللي بتنشر في مجالات الخاصة بالكلية من جانب اخر عقدت ندوة تحت عنوان المسؤولية المجتمعية للمؤسسات التنموية هيئة المكتوم نموذجا تحدث فيها عضاء الهيئة عن مسيرة هيئة المكتوم الخيرية والاستهاماتها في خدمة المجتمع في دولة الامارات والعالم الاسلامي والمجتمعات الاسلامية اشتركوا في القناة